انتخابات الكنيسة على الأبواب ولا شيء محصوم بشأن النتائج بل تحيل أحدث استطلاعات الرأي إلى أن حصمها سيحدث فقط بمفاجأة في تلك الاستطلاعات يتعادل الفريقان المؤيد والمناوئ لرئيس الوزراء بن يامين نتنياهو بستين مقعداً لكل منهما أي بأقل من مقعد واحد من الرقم السحري لتشكيل الحكومة وليس لدى أي من الكتلتين اللي كود بقيادة نتنياهو ويشع تيد يوجد مستقبل بقيادة يائر لبيد أي طريق واضح للحصول على الأغلبية وحتى الأغلبية لا تضمن حسم النتيجة فقادة الفريقين يتحدثون عن احتمال وجود ما يصف بالفارين وهم أشخاص ينتقلون من معسكر إلى آخر وفي حال عدم حسم هذه الانتخابات يبدو أن التوجه إلى انتخابات أخرى غير مستبعد في الصيف القادم وإن حدث ستكون الخامسة في أغضون سنتين وبضعة أشهر فقط بيّنت استطلاعات الرأي الأخيرة أيضاً تقارباً في النتائج على مستوى القائمتين العربيتين إذ حصلت القائمة المشتركة على ثمانية مقاعد بينما حصلت القائمة الموحدة في الاستطلاعات على أربعة ووثق الأرقام التي أظهرتها الاستطلاعات يحتاج رئيس حزب الليكود نتنياهو إلى ضم كل من حزب يمين والقائمة العربية الموحدة من أجل تشكيل حكومة في المقابل يحتاج المعسكر المناوئ إلى ضم كل من يمين والقائمة المشتركة لتشكيل حكومة مما يعني أن القائمتين العربيتين قد ترجحان فوز أحد الطرفين في كل الأحوال لم تصب الاستطلاعات في كل الاستحقاقات مما يبقي المشهد مفتوحاً على كل سيناريوهات ووسط ذلك يبدو قلق الإسرائيليين كبيراً من تبعات استمرار الجمود السياسي اجتماعياً واقتصادياً